خلينا بقى نتكلم فيه اللي جاي واللي جاي ده يبدأ من مطش التلاتة ان شاء الله بإذن اللي عندنا مباراة مهمة جدا وكل مطشوات الاهلي اللي جاية مهمة وصعبة يعني واحد بيفرض عليك ضغط المباريات انه ما تلحقش ويمكن ميستر كولر تكلم عن ده في المؤتمر الصحفي انه هو شايف ممكن يكون لي بعض الملاحظات وخصوصا فيما يتعلق بانهاء الهجمات فريق الاهلي فريق قادر دايما على صنع الخطورة مشكلته الحقيقية فيه جزئية اهدار الفرص اللي يمكن لو تسجلت فيه مطشات كاس العالم او فيه مطشات حتى مطش الهلال اللي ما ظهرناش به وابضل صورة ممكنة او حتى في مطش مبارا كانت نتاك كتيرة جدا اتغيرت ما عندكش عجز في الوصول انت عندك عجز في الترجمة وده اللي تكلم عليه ميستر كولر وقال انا عارف ودي ممكن محتاجة مننا شغل بشكل فردي لكن احنا ما عندناش رفعات الوقت وعشان رفعات الوقت دي خلنينا نتفق انه بداية من مطش بكرة انت ما عندكش وقت خالص انت تقريبا من هنا لغاية شهر عشر اللي جاي كل ثلاثة ايام مطش وده شيء صعب جدا 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 على اي فريق مش بس على فريق مطالب بالفوص في كل مبارايته يعني اي فريق في الدنيا عشان يلعب كل ثلاثة ايام مطش في موسم بدأ في شهر تسعة ينتهي في شهر عشرة ده اذا كنا هنشارك في البطولة العربية واعتقد انه اغلب الظن التوجه هيكون للمشاركة فيها واذا كنا هنشارك في السوبر ليج ده معناه انه شهر تسعة اللي فات ابتدت البطولات او ابتدت مشهور الالي في البطولات مع التحدي من السيري بدوري الابطال لشهر عشرة اللي جاي موسم 11 شهر هتلعب فيه ست بطولات سبع بطولات لو اعتبرنا انه الكاس القديم والكاس الجديد بطولتين ده معناه ان الاهلي بيلعب في 11 شهر سبع بطولات منهم اربع بطولات على المستوى القري اربع بطولات على المستوى القري شامبينز ليج كاس عالم بطولة عربية سوبر ليج وثلاث بطولات على المستوى المحلي بطولتين كاس قديم وجديد وبطولة دوري فده صعب على اي فريق مش بينافس ما بالك بفريق مطالب بانه هو يكسب كل مطشطه وما بالك بفريق مطالب بانه يحقق اي لقب لأي بطولة بيشارك فيها وبالتالي ده يرجعنا مرة تانية رفاهات الوقت وانه انت محتاج بشكل واضح وصريح انا هقسم الموسم لجزئين يعني جزء مرتبط بالبطولات المحلية وبطولة دوري الابطال نقطة ومن اول السطر واعتقد هنا هيكون في تحرك مبكر جدا من ادارة النادي الاهلي في فكرة تدعيم الصفوف قبل الزهاب لبطولة العربية وبطولة السوبر ليج لانه ده مستوى تاني ومختلف من المنافسة البطولة العربية اللي جاية انا بقول لحضراتكم وهو بنظامها الجديد نكلم على بطولة هيشارك فيها 37 فريق من مختلف الدول العربية ودي قصة تانية هكلمكم فيها بالتفاصيل ليه انظام مختلف تماما مفترض ان الاهلي هيشارك في المرحلة الاخيرة اللي هي المجمعة اللي هتصدفها السعودية مع الفرق اللي تأهلت من اجمالي 37 فريق مفترض انه نتكلم طبعا على الكرام دولا كرام نتكلم على صفوت الكرة العربية سواء في افريقيا او اسيا وانتوا عارفين الكرة العربية تطورت بشكل كبير ازاي في السنوات الاخيرة وبالتالي تكلم على ليفل منافسة في منتهى الصعوبة ثم السوبر ليج وايضا بتكلم على افضل فرق الافريقية في السنوات الاخيرة وبالتالي منافسات هتكون صعبة لكن هيكون عندك فترة ميركاتو ممكن تحضر وتدعم بشكل كبير الاهم بالنسبة لي والاصعب بالنسبة للجمهور نادي الاهلي هو مشوارنا في الدوري اللي احنا لغاية النهاردة ما حققين فيه افضلية الى حد كبير جدا مريحة ودوري الابطال وهو المشوار الاصعب اللي محتاج فيه تجهز كتير كتير من الاوراق البديلة اللي تقدر تصنع الفارق في ظل غيابات هتكون موجودة نتمنها ما تحصلش بس انا متوقع انه مع ضغط المباريات اللي جاي ده اكيد هيحصل اصاباته اكيد هيحصل اجهاده وبالتالي انت في حاجة مسة انك تدخل اوراق جديدة تقدر تصنع الفارق وتريح اللعيبة اللي مجهدة او ترجع اللعيبة اللي ممكن تكون شوية ابتعدت عن مستوياتها في الفترة الاخيرة ماتش الداخلية ماتش ليه حسابات مهمة جدا وخصوصا انه المباراة الاخيرة اللي هتسبق مواجهة القطن الكاميروني في مطولة دولي الابطال وهي مباراة يعني للأسف احنا صعبناها نفسنا بقت حية وموت ماتشين والمناسبة يعني صحيح القطن في المتناول انا مش عايز برضو اقل القوي من امكانياته انا اتفرجت على ماتش الهلال والقطن في الكاميرون لكن في النهاية يعني برضو انت بتقابل فريق ما عندوش حاجة يخسرها فريق بيلعب بقريحية عدم التأهل وبالتالي عنده فكرة انه يكون عامل حسم لفريق على حساب تاني او مجرد اثبات الزات او لمجرد انه بيواجه بطل القرن في افريقيا فبالتالي عنده رغبة في تحقيق مجد حتى لو على مستوى المواجهة دي تحديدا بصرف نظر عن مشواره في دولي الابطال فهي بالتأكيد هتكون مباراة صعبة لكن نتمنها العودة للمصار الصحيح مرة تانية ان شاء الله بداية من يوم السبت وده يبدأ من ماتش الداخلية اللي هنلعبه ان شاء الله التلات اللي جاي طيب ملفات دولي الابطال ونظرة سريعة على شكل المنافسة لان حقيقة فيه فرق ظهرت بشكل مميز جدا فيه دور المجموعات فرق ما كانتش داخلة في الحسابات او ممكن كنت تتوقع انها تكون لها خضرة على المنافسة الرجاء المغربي كشر عن عنيابه بدري بدري فرق محترمة جدا 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 وبتلعب كرة واتطورت بشكل كبير عن الرجاء اللي شوفناه الموسم اللي فات الترجي بالتأكيد حاضر بشخصية البطل شباب له ازداد الحقيقة فريق عجبني رغم انه البداية القوية ما استمرتش لكن تقدر تقول عليه فريق برضو مميز وعنده كرة محترمة ساندونز اكيد طبعا داخل في الحسابات مع الاهلي والوداد القوى التقليدية قصة دوري الابطال عودتنا للمنافسة مرة تانية فيه بشوارنا في الدوري هتكون تفاصيلها معاكم في السادسة بس بعد الفاصل